اشتركوا في القناة الكثير من الناس وهي رؤية الكعب العالي في المناخ النهاردة هتكلم عن ألوان الكعب العالي بداية رؤية الكعب العالي للمتزوجين خير وما كان عليها سواء إذا كان رجلا أو امرأة وبالنسبة للعزاب زواج إن شاء الله طبعا من الممكن أن الرؤية تختلف وده بيرجع على حسب سياق الرؤية نفسها لكن بصفة عامة الكعب العالي زواج للعزاب إن شاء الله وأحيانا رؤية الكعب العالي تدل على صفات موجودة في الرأي نفسه بأنه يحمل قلبا صافيا وعنده حسن خلق وعنده تدين كل ده في الكعب العالي أيوة طيب ندخل على الألوان الكعب العالي الأسود يدل على المال للمتزوجين وخطوبة وزواج للعزاب ده إيه؟ الكعب صاحب اللون الأسود الكعب العالي طيب الكعب المتوسط طبعا فيه عزكم الله الحزاء بيبقى فيه كعب عالي أوي وفيه كعب متوسط الكعب المتوسط يدل على الرزق ويدل على الترقية لو أنه يعمل وأحيانا هذه الرؤية تدل على الزواج لمن لم يتزوج وأحيانا رؤية الكعب المتوسط تدل على المراث وتدل أحيانا على الراحة النفسية بالنسبة للرأي طيب ذكرنا الكعب العالي وذكرنا الكعب المتوسط طيب الكعب الصغير هذه الرؤية تدل على طيب العيش وتدل على السعادة وقيل بأنه يعمل عملا يحتاج فيه إلى جهد وتعم أما بالنسبة لباقي ألوان الحزاء ذكرت بأن الأسود العالي مال للمتزوجين وخطوبة وزواج العزاء وأحيانا يدل الكعب العالي الأسود إلى الحمل يدل على الحمل أما الكعب صاحب اللون الأخضر يدل على حسن الخلق ويدل على تدين ويدل على القرب من الله سبحانه وتعالى أما الكعب صاحب اللون الأزرق يدل على راحة البال يدل على راحة البال أما الكعب العالي صاحب اللون البنفسيجي هذه يعني سبحان الله من أفضل الرؤى اللي ممكن تشوفها في حياتك ليه لأنها تدل على فخامة الرأي ورقي الرأي هو شخصية يعني سبحان الله العظيم ينبغي أن يفتخر بنفسه إذا رأى الكعب العالي صاحب اللون البنفسيجي أما اللون الأحمر يدل على الحب ويدل على الإيجابيات في الحياة وبداية حياة جديدة للأسف اللون الأصفر يدل أحيانا على المرض ويدل أحيانا على الهموم والأحزان اللون الرمادي يدل على المتاعب اللون البني يدل على الخير والبركة رغم أن في بعض المفسرين قالوا بأن اللون البني يدل على الشر أما الأبيض يدل على النقاب والصفاء وصفاء الروح البرتقالي يدل على الأفراح وعلى الأخبار السارة المفرهة السعيدة وكذلك الفضي يدل على الأخبار السعيدة أما اللون الذهبي برضو اختلف فيه العلماء منهم من قال أنه يدل على الخير ومنهم من قال يدل على شيء سوف تفقده أن تتملكه ومع شديد الأسف انتظرونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر